بس عايز اختفق في الاول بحاجة تفضل جدا طراجل اشتغلت مع جوز والدو فريرا الموديل الفني اه طبعا لنادي الزمالك في ولايته الاولى 2014-2015 وكان له دور رائع جدا معاك وبرضه حطك في مركز مش مركزك بس انت قديت فيه بشكل رائع الحمد لله جدا دلوقتي اللي بيحصل مع فريرا انه يمشي او يعد انت معاه ولا ضده لا طبعا ضد ضد المستر فريرا يمشي مستر فريرا لسه حضرتك بتتكلم مكانش ده مركزي ولعبت معاه باكليفت وكنت متواجد معاه في الحتة ديت والحمد لله قديت معاه بشكل كويس جدا واخدت مع دوري وكاس وانا مش في مركزي وروحت بقى المنتخب وروحت بقى المنتخب كمان واخدت احسن باكليفت وانا مش باكليفت في المنتخب يعني مش عاوز الفترة ديت الناس تنتقطوا الراجل بطريقة وحشية زي اللي انا شفتها الفترة اللي فاتت ديت بس مستر فريرا هيفضل بالنسبة لي وبالنسبة المدربين كتير وبالنسبة الجمهور كتير مستر فريرا هيفضل نمر واحد جيه في الدورة المصري من الناس اللي هي بتشتغل على اللعبة بشكل كويس جدا فمن نمر واحد جيه في تاريخ الدوري المصري ولا نمر واحد جيه في تاريخ نادي الزمالك لا انا بالنسبة لي من اعظم المدربين اللي دخلت مصر ومن اعظم المدربين اللي دخلت نادي الزمالك على مستوى الشخصي ممكن واحد يقولك حماية طلبة بيبالغ لا اسأل الناس كلها اللي اشتغلت معاه وبدليل اللي مجلس الإدارة حاول اللي هو يجيب الراجل ده تاني وجيه واشتغل والحمد لله أخد مع دوري كان دوري بعيد خالص خالص عن نادي الزمالي كان إعجاز كان إعجاز بالنسبة عن نادي الزمالي صحيح وجاب الدور ده كمان ممين معلش كان عنده الكد واقف صحيح وعنده لعيبة صغيرة في السن الحمد لله قدت بشكل كويس معاه ومنحظ نحظ اللعيبة الزغيرة دي اللي هم متواجدين معه مدرب كبير ومدرب عظيم صح ومدرب بيعرف في وقف اللعيبة صح لا انت فيه نقطة كمان نسيتها اه انه فيه لعيبة مهمة ركاز أساة مشت من فريق زي مثلا طريق حامد وأشرف من شرق فدي تقسم ظهر أي حد اه طبعا لما جيه لما 3-4 لعيبة يمشوا بطريقة دي بالنسبة لأي يمدير فاني لسه جاي لا الراجل الحمد لله اشتغل وبدأ يجيب ناس تلعب وبدأ يجيب ناشئيني صعادها والحمد لله الدنيا مشت وجانت الدنيا كويسة جدا أي مدرب في الدنيا كابتن كريم لازم يغلط وإي مدرب ممكن يغلط في تشكيل ممكن يغلط في تغييرة إنما مش ممكن تمر علي مرحلة صعبة زي ما سعب تمر علي اللاعب الله ينور عليك يعني انت النهاردة فيه ناس كتير يعني هو فترة دي فيه لغبطة يعني نفس حد يطلع يوضح المشكلة المشكلة في نادي الزمالك حاليا ماشي قوي مجلس الإدارة يشكر اللي هو بيعمله والهو بيحارب اللي الراجل قاعد يساعده كتير ويحارب معاه إنما فيه مشكلة جوه الفريق فيه مشكلة جوه الفريق أنا مش فاهمها حد لازم يطلع حد يوضح لنا المشكلة الراجل ده لما يشتغل معنا الفترة اللي احنا اشتغلنا مع كابتن كريم كان معاه جهاز كل الطاق اللي موجود أجانب نونو ألميضة بدرو بتاع الفيديو حاجة كده بصراحة كانوا مساعدينه بشكل كواس جدا كانوا بيلموا من وراءه بشكل كواس جدا أنا معرفش مين الوقت اللي معاه لمصلحة مين الراجل ده يوقع ومصلحة مين الراجل ده ويتم يكونش متواجد في نادي الزمالك هيبدل طول عمره فريرة وأنا بالنسبة له هيبدل أحسن مدرب أنا شفته في حياتي بس في رأي يقولك إنه لو المدرب قاعد فترة مش ماشي معاه فالأحسن تغيره حتى لو هو مدرب كبير لازم يكون في استقرار أنا الراجل ده ما حاسبوش للوقت يعني خلاص إنت معلش أنت الدور يعني أسكن للك الدور ضاع معلش أنت كان مستر فريرة جاي والدور ضاع صح وحق الدور لا مش بس كده ده كان جاي وكان كل أمال جماعينا دي الزمالك إنك تاخد مركز تاني عشان تشارك في أفريقيا الله ينعور عليك النهاردة وإنت تمشي برضو وإنت دخل على أفريقيا وهتجيب استقرار منين تاني وهتجيب مدير فني يعوض الراجل ده منين تاني لا اللازم أنا يعني بشكر بصراحة أمير المرتضة اللي هو مصر على موقفه واللازم اللازم اللازم اللي يكون موجود أنا بشيد بصراحة بأمير المرتضة